اشتركوا في القناة هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإننا وقد تابعنا بكل التقدير الكلمة السامية التي تفضلتم جلالتكم بإلقائها في مناسبة تشريفكم حفل مراسم افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل تشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب لنؤكد بالغ الاعتزاز بما تضمنته كلمتكم من رؤية حكيمة جددتم فيها حفظكم الله إطار العمل الوطني للمرحلة المقبلة في ظل التعاون القائم والمعهود بين السلطتين تنفيذية والتشريعية كما ونود التأكيد على أننا وقد تشرفنا بمواصلة العمل على تنفيذ رؤاكم الحكيمة وطموحاتكم الكبيرة لشعبكم الوفي المحب لجلالتكم عزمون على بذل جل الجهد لوضع هذه الرؤى موضع التنفيذ استكمالا وتواصلا لنهج الإنجازات التنموية الشاملة على مختلف الصعود والتي تشهدها البلاد في عهد جلالتكم الزاهر وإذ يطيب لنا اغتنام هذه المناسبة للتعبير عن اعتزازنا بقيادة جلالتكم الحكيمة لن ندعو المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وإننا إذ نشكر سموكم لمشاعركم الطيبة نبعث لكم بصادق تحياتنا وخالص تمنياتنا لسموكم بموفور الصحة والعافية وإنها لمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا ونحن نتابع مسيرتنا الديمقراطية الواثقة المطمئنة التي تزداد رسوخا مع كل يوم بتوفيق من الله جل شأنه ولقد كانت لإسهامات سموكم أكبر الأثر في نجاح خططنا من أجل مستقبل زاهر لشعبنا العزيز وترسيخا للديمقراطية وللحياة الكريمة لهذا الوطن الغالي نسأل الله لسموكم الصحة وطول العمر والله يحفظكم ويرعاكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر